نعم يجوز ختم القرآن جماعي ويجوز ختمه إفرادي والختم الجماعي نحن الآن نختمه في التراويح في رمضان غالبية المساجد يختمون جماعي مع الإمام بمعنى أنه يدعو لهم إذا كان الختم الجماعي معناه الدعاء لهم فنحن نختم في رمضان جماعيا أما إذا كان الختم الجماعي المقصود بأنني أنا أقرأ جزء وموليد تقرأ جزء والشيخ المقدم يقرأ جزء ونحن ثلاثون نقرأ بعد العصر كل واحد مننا يقرأ جزء ونختم جبر المغرب أيضا هذا يجوز لا يوجد شيء يمنع منه لكن ليس من عمل السلف نعم